عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات موسعة بقصر الاتحادية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية حيث استعرض الرئيس السيسي جهود مصر المكثفة للتوصل لوقف لإطلاق النار بينما استعرض الرئيس الفلسطيني مستجدات العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية كما استقبل الرئيس السيسي أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حيث أكد الرئيس السيسي الحرصة على استمرار نهج مصر الداعم لجامعة الدول العربية إيمانا بدورها المحوري في العمل العربي المشترك استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين بشأن الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية حيث استعرض الرئيس أبو مازن مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية وما تشهده من تصاعد للتوتر والعنف من قبل الجانب الإسرائيلي ومن جانبه عرض السيد الرئيس الجهود المكثفة والاتصالات الجارية التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة لإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال المباحثات تأكيد الدور المحوري الذي تطلع به السلطة الوطنية الفلسطينية وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتقديم الدعم للسلطة للقيام بدورها وشدد الرئيسان على أن القضية الفلسطينية تمر اليوم بمفترق طرق مما يتطلب من المجتمع الدولي والقوى الفاعلة التحلي بأعلى درجات المسئولية التاريخية والسياسية والإنسانية للعمل على تسوية العادلة والشاملة التي تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وباعتبار ذلك أيضاً الضامن الأساسي للأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدين الرفض القاطع لأي مساعي أو محاولات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل من الأشكال كما أعرب الرئيس الفلسطيني عن التقدير الكبير لدور مصر المساند والداعم للقضية الفلسطينية تاريخياً وحتى اللحظة الراهنة التي تبذل فيها مصر جهوداً كبيرة ودؤوبة على جميع المستويات لحق ندماء الشعب الفلسطيني ودعم مساعيه للحصول على حقوقه المشروعة كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فاهمي أن الأمين العام لجامعة الدول العربية حرص على التقدم بالتهنئة للسيد الرئيس على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة معرباً عن تمنياته لسيادته بالتوفيق والسداد لما فيه صالح الشعب المصري والأمة العربية وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكداً الحرص على استمرار نهج مصر الداعم لجامعة الدول العربية إيماناً بدورها المحوري في العمل العربي المشترك والحفاظ على وحدة الصف العربي في مواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات متشابكة وغير مسبوقة وقد تناول اللقاء في هذا السياق أهم القضايا والتحديات المطروحة على الساحة وعلى رأسها مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة والجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتفعيل مسار حل الدولتين بما يفضي إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة